كذا سؤال بعثتهم أميرة بتقول يتم تكون النشادر فين في الكبد ولا في الكريا ولا في الأمعاء الغريزة ولا في المعدة وأميرة كانت بتقول أنا شكلناها في الكبد طبعاً أنت يا أميرة صح أنت تلمزتنا فأكيد هتقولي كلام صح هو فعلاً الكبد يا أميرة لأن الكبد هو اللي مسؤول أنه بياخد المجموعة الأمينية أو المجموعات الـ NH2 الأحماض الأمينية دي الزائدة ويستخلص منها المجموعة الـ NH2 المجموعة النيتروجينية دي ويحولها للنشادر تخرج في صورة يوريا فعلاً الكبد هو اللي بيكونها مش الأمعاء الغليزة الأمعاء الضقيقة احتمال بنسبة ضئيلة وبالذات لو كانت بكتيريا الأمعاء الضقيقة وبنسبة كبيرة في الحالة دي هتزود لي نسبة النشادر لأن بكتيريا الأمعاء الضقيقة ممكن برضو لها قدرة أنها تكون المادة دي أو النشادر ده ودي مادة سمية يبقى مش هتحصل غير في الأمعاء الضقيقة ده مع الفرض والاحتمال البعيد قوي لو كان نسبة البكتيريا عالية ودي مش علينا يبقى أنت إيجابتك صح هو الكبد سؤالها الثاني كانت بتقول العدو الأول الغير أساسي المختص باستخلاص الفضلات النيتروجينية من جسم الإنسان طالما قال عدو أول وغير أساسي دي غير أساسي أنا بتكلم عن الجلد أكيد يا أمير لأن الأساسي هو طبعا الكليتين يبقى طبعا أنا بتكلم عن الجلد سؤال تاني برضو بتقول عند الصهر المتكرر والإرهاق الشديد هتكون أكثر الطبقات نشاطا في الجلد هي أسفل العينين ليه؟ ليه أسفل العينين بيكون أكثر نشاطا أو بشعر به أو بموضوع الإرهاق والصهر ده هو الموضوع اللي هو عامل وراسي يحاول أجمع لك كل حاجة لو كانت بشرة هذا الشخص رقيقة ودي مدى أو حاجة وراسية لو كانت البشرة رقيقة كده كده في منطقة الجلد اللي حاول العينين بتكون أكثر رقة فما بالك لو هذا الشخص وراسيا بشرته من النوع الراقيق وبحساه إزاي لما لاقي الشخص ده ممكن أحس بالأوعاد دموية تحت الجلد بتبان بيبان أو أنه هو في الحر بترتفع بدرجة حرارته أو بنسخن فوشه بيبدأ يحمر ده بشرته رقيقة أكيد في البشرة العادية منطقة تحت الجلد بتكون أكثر رقة فما بالك لما يكون أصلا الشخص ده من نوع البشرة الراقيقة أكيد هيكون أكثر رقة في منطقة تحت العينين طب ليه الإرهاق والصهر بيزود لي المنطقة دي غمقان أو تديك اللون الأغمى اللي قالب على أزرق أو مخضر شوية ده ليه نتيجة أنه أنت بازلت مجود كبير نتيجة أنك تعرضت لبدرجة حرارة مثلا نتيجة انفعال ده بيخلي الأوعية الدموية تبعد أو تبدأ يحصل اتساع في المناطق دي وطبقة الجلد هنا رقيقة طب لما يحصل اتساع هندفع فيها الدم بكم أكبر وطبعا أنت عارفة لدي أوردة فده بيخلي المنطقة دي بتاخد اللون الغمق أكتر لما قعدت في الشمس فترة طويلة بقت أكثر غمقانة ليه إحنا عارفين أن الشمس بيزود لك صبغ الميلانين فما بالك لما يكون الجلد في منطقة حول العينين أكثر رقة هيزيد تأثير فيها صبغ الميلانين الصهر والإرهاق برضو بيعمل ده ليه لأنه بيعمل ضغط على اللي بنقول إيه يحصل كسل لنشاط الأوعية الدموية شوية فتبدأ الأوعية الدموية دي تبدأ إيه نقدر نقول ارتفعت أو تورامت شوية عالية عن الوضع الطبيعي بتاعها شوية ونتيجة أن ما فيش دم واصل بالكم الكافي ده برضو يعمل زرقان في المنطقة دي كمان الرطوبة خلي بالك الشخص اللي بشرته بالمنظر ده لازم يشرب كميات مية بنسبة عالية لأن جفاف البشرة بيخلي برضو الأوعية الدموية تبدأ تعلق عن المسافة أو عن الوضع الطبيعي بتاعها هيحصل كسل في حركة الدورة الدموية لأن الدم لازج عدم وجود المية أصبح أكثر لزوجة فيزود لك برضو منطقة تحت العينين كده قلنا كل ما يختص بالجزئية دي بعتت لنا برضو سؤال إيه علاقة البول من المرض لما تروح لأي دكتور يا أميرة أول حاجة بيقولها لك أميرة تحليل بول ليه؟ البول مرآة الجسم البول ده درجة لونه بقدر أعرف منه اللون غامق ده معناه إن نسبة المية عنده قليلة وده معناه إن ممكن يكون عنده خلل الماء قد يكون عنده خلل في الـ ADH اللي هو طبعاً بيعيد امتصاص المية ممكن يكون زاد عن الحد تزود امتصاص المية فركز البول قوي أي حاجة تزيد أو تقل حتى لو هرمون هيعمل أعراض مرضية ممكن يكون مش خلل ولا حاجة بس الشخص ده مشربش كميات مية يبقى غلط لازم إن أنت تشرب كميات مية تكفيك يبقى ده من حيث لون البول من حيث الريحة بتاعت البول فيه فضلات نيتروجينية بكمة عالي ولا لا طيب ما فيهوش فضلات نيتروجينية قد يكون خلل في محفاظة بومان قد يكون خلل في وظائف الكبد ما قدرش الكبد إن هو يكون الفضلات النيتروجينية بتكمل مطلوب كل ده ممكن يكون وارد فيه نسبة سكر زيادة برضو ممكن يكون مشكلة في محفاظة بومان صربة السكر أو جولوكوز ممكن يكون فيه خلل في عملية أعادة انتصاص سكر وجولوكوز ممكن يكون مشكلة في البنكرياس الراجل ده مريد بول سكري إذن أقدر أعرف مشكلة الكبد أو الكريا أو البنكرياس ممكن برضو كل ده بعرفه من خلال اللون بتاع البول طيب فيه سؤال تاني بتقول هناء أحمد بعت السؤال بتقول طاقع الأنابيب الجامعة في منطقة ونفس السؤال بس بدل طاقع تمتد وهي مثل اخبطة بين العبارتين لما يقول لي يا هناء طاقع الأنابيب الجامعة يبقى أنا عايزة في منطقة حوض الكليا أو تجويف الكليا لكن لما يقول لك تمتد هي تمتد في منطقة النخاع والحوض عشان هي نهايتها أو بدايتها بدأ من عند القناة الملتفة البعيدة يبقى هتمر من منطقة النخاع وتدخل عندي في منطقة الحوض يبقى تمتد هشمة للحتتين نخاع وحوض لكن طاقع هي بتتجمع كلها في منطقة الحوض برضو من ضمن أسئلتكو ماذا يحدث لو حصل التهاب في البرستاطة إحنا وإحنا بندرس الجزئية دي وإحنا بنرسم المنطقة دي قلتلك إيه قلتلك القناة بتاعة مجرى البول عليها أو من الخلف بتتصل أو مرتكز عليها غدة البرستاطة وغدة البرستاطة دي لو افترضنا إنها تورمت حصل التهاب فيها لو التورم عالي قوي ممكن يسد قناة مجرى البول لو التورم بسيط هيعاني من احتباس إلى حد ما في البول بيخرج البول منه على هيئة قطرات كل ما كان التورم عالي كل ما سد مجرى البول ودي مشكلة لإنه ممكن يعمل ارتجاع للبول للكلية مرة تانية تلفوزه للدم مرة أخرى يحصل تسمم البولينة عشان كده مريض البرستاطة لازم يئما يتعمل أدوية لو في البداية تخفف حدة الالتهاب يئما بتزال البرستاطة أو جزء منها على حسب كم الورم اللي في هذه الغد برضو كان من ضمن الأسئلة أشرف سأل وقال مصار اليوريا بدءا من الخلية حتى الكليتين اليوريا بتبدأ فينين طبعا هو ما قالكش أنها خلية يا أشرف لكن لما يقول لي اليوريا أنا عارف مين اللي بيكونها الكبد طبعا أنا حاولت أنطاق الأسئلة الحلوة الكبد هو اللي هيكون لك اليوريا هتخرج منه راحة فين هتروح للوريد الأجوف الصفلي خلي بالك طبعا وريد كبدي أكيد ومن الوريد أجوف صفلي ثم هتدخل على القلب مررهاري بقى هتدخل على الأزين ثم البطين ثم يطلع الشريان الرقوي ثم يرجع تاني طبعا لي القلب عبر أوردة الرقوية الأربعة يدخل على الأزين ثم البطين ثم الشريان الأورتي وانت طبعا قاهم الكلام ده خدته في الترمي الأولاني ومنه يوصل للشريان الكلوي عشان يتم التنقي خلاص قرب دهن خلاص أسبابكو بقى وأسئلتكو بتقولوا الأسباب اللي تؤدي إلى انقطاع البول هل هو فشل كلوي ولا حصوات الحالبين ولا زيادة معذل اليوريا في الدم ولا جميع ما سابق لما يقول يا جماعة انقطاع البول يعني أكيد ده حصوات الحالبين لأن الفشل كلوي ما عملش انقطاع البول ولا ارتفاع معذل اليوريا يبقى طبعا هيكون حصوات الحالبين وبالذات لو الحصوة دي سدت حجمها كبير لدرجة انها سدت الحالب هنا ممكن نقول بدأت تحصل عندي مشكلة في سؤال وصلني النهاردة الصبح بس لقيته حلو فبسرعة كتبته قبل ما أجلكه السؤال كان بيقول ايه هو معانا على الداتا هناك حالة مرضية بتسمى بالسلس البولي الإرهاقي سلس بولي إرهاقي وهي حالة تصيب جميع الأفراد في مراحل عمرية مختلفة هينتج عنها خروج كمية قليلة من البول عند تعرض الأفراد لحالة انفعال طارقة زي الضحك بشدة أو الضغط بشدة أو بزل مجود عنيف أو انفعال أو بعض الحالات المرضية السبب في حدوث هذه الحالة هو حدوث خلل في ايه هل خلل في عضلات المسانة البولية ولا خلل في عضلات الحالب ولا في العضلات العاصرة الداخلية ولا في العضلات العاصرة الخارجية لو تفتكر وإحنا في حلقة المراجعة قلتلك لما يقول لي التحكم في إخراج البول وليس اندفاعه طالما اخراج البول يبقى انا بتكلم عن العضلات العصرة يبقى انت هتشك في الداخلية والخارجية دي هي اكيد الخارجية يبقى الاجابة جماعة العضلات العصرة الخارجية امال انت اقول المسانة البولية لو مسلس بولي لو تبول لا ارادي لو شخصه بيعاني من التبول اللا ارادي ده عنده مشكلة في المسانة مش قادرة تحتفظ جدار المسانة خلي بالك ان جميع العضلات دي عضلات ملساء عادة العضلات العصرة الخارجية هي دي الوحيدة العضلات مخططة يعني عضلات المسانة اي عضلات اخرى عضلات الحالب عضلات العصرة الداخلية كنت دي عضلات ملساء يعني لا ارادي يبقى علشان اتحكم انا عايزة العضلات العصرة الخارجية لكن مريض التبول اللا ارادي ده عنده مشكلة في عضلات المسانة لكن السلس البولي مش قادر يتحكم في ان بعض القطرات تنزل منه وغزبن عنه ده بيكون نتيجة ان انا عندي مشكلة هنا في عضلات المسانع. كده سامحوني لو خطب من وقتكو بس انا شفت انها اسئلة كويسة فكان لازم نجواب. طيب تعال بقى نشوف احنا هنعمل النهاردة. هكمل الاحساس في النبات اللي بدأناها الحلقة